في السيبرتاية مع ياسر أنا وعدتكم وعدنا بعض وتمنى نتعاون في كده نحن نحط قطر لأفكارنا اللي احنا تعلمناها كتير الآن السوشل ميديا مليانة معلومات أنا دوري بنحاول نركب ملفات وقطر للمعلومات اللي عندنا عشان نستعملها بشكل صحيح في أخطاء أربعة عندما نتعاطى مع التاريخ وللأسف كل الكتب المنتشرة الآن في السوق خاصة على مستوى الشعبي هي كتب بتفسر التاريخ بشكل سلبي جدا جدا أثر على مجدن الناس وعمل كوارث في مستقبل الشباب ووقعهم أول هذه الأخطاء أن بعض الكتاب في التاريخ ينتقوا من التاريخ يجعلوا التاريخ انتقائي يعني ينتقي من التاريخ ما يناسب هواء مثلا صلاح الدين قائد مسلم كان كردي الجنس كان أشعري العقيدة شافعي المذهب صوفي الطريقة محنك عسكريا تدرب في أسرة عسكرية يملك عقل سياسي كل هذه المدخلات في صلاح الدين فييجي واحد كده بسيط وقرأته في التاريخ بس كده من خلال جوجل أو بعض الكتب يقول لك صلاح الدين لم ينتصر إلا أنه كان كردي ومحب للإسلام ودخل بأنه جندي مقاتل كردي انتصر طيب يا سيدي في عوامل أخرى سعدت صلاح الدين لذلك كتبات هكذا خرج صلاح الدين جيل صلاح الدين لازحرر قدس هذا الطرح يعرض جانب منطول من التاريخ صلاح الدين لم ينتصر لأنه كردي ولم ينتصر لأنه سني ولم ينتصر لأنه أشعري ولكن انتصر بكل هذه العوامل بعقل استراتيجي بظروف تاريخية بظروف جغرافية فأول خطأ بنقع فيه لما نقرأ التاريخ من باب الانتقاء الخطأ الثاني لما نقرأ التاريخ ونخلط بين الوحي والتاريخ بمعنى إيه؟ يعني أحكام أهل الزمة وكيف تعامل المسلمون في الشام مع أهل الزمة والجزية وعلاقتنا مع الأخر المختلف وعلاقتنا مع المسيحيين وعلاقتنا مع اليهود العلاقة التي تمت تمت في سياق تاريخي الجزية كانت وضعا تاريخيا الآن ممكن بعضنا يقرأ هذا التاريخ القديم يعتبر وحي أن يعلاقتي بالآخر يعلاق الجزية وأن المواطن غير المسلم ومواطن درجة تانية فهذا أيضا خطأ عندما نخلق بين الوحي والتاريخ اللي حصل دي كان حكم تاريخي اللي هو الجزية كان معمول بي والدولة الإسلامية تعاملت معاها كواقع موجود لكن الآن في الدولة الوطنية القطرية الآن أنا والمسيحية وأنا وبولس وجرجس وكهين في دولة وطنية كلنا سواء فالخطأ الثاني الخلط بين الوحي والتاريخ الخطأ الثالث بنقع في كلنا وأنا واحد منكم ندخل على التاريخ من باب المناقب كان هارون الرشيد يحج عاما ويجاهد عاما وكان يقوم ألف ركعة وكان فلا يصلي الفجر بوضوء العشاء وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت تنفق من مالها على كل الفقراء والمساكين وكان عمرنا عبد العزيز يطعم الوحوش في الغابات وكأن التاريخ مش في أي أخطاء كنا مية مية كله زي الفل وبالتالي ما عندناش أي مشاكل هذا باب خطأ في استعراض التاريخ كل الأشخاص التاريخيين أنا قلت لأننا مزج منهم أشخاص أصابوا وأخطأوا لما أعرض الخطأ مهم جدا أعرضه بجوار الصواب حتى نتجنب الأخطاء التي وقعا أما أن التاريخ كله مية مية هذه وجه خطأ في التعاطي مع التاريخ الخطأ الرابع اللي مهم جدا نتحرر منه ونحن نتعاطى مع التاريخ تفسير التاريخ ببعد واحد فقط يعني مثلا أقولك حرب أكتوبر لماذا انتصر المصريونها في حرب أكتوبر لأنهم حربوا في رمضان وكان شعرهم الله أكبر لا يا سيدي ده جزء بسيط جدا من المعركة تخطيط الشزلي وتعب القيادات الموجودة بعد 67 وإعداد المعركة وحاقة السواريخ والمعونة السوفيوتية وتسليح الجنود كل هذه العوامل اللي يمكن نختصرها فقط فعشان قلنا الله أكبر انتصرنا فإذا لما نتجنب الأخطاء الأربعة هنقرأ التاريخ بشكل مفيد يجعل عقلنا ودماغنا في رأسنا وعقلنا في رأسنا بحيث لا أحد يلعب بالتاريخ بنا ويجعل توقعنا للمستقبل سلبي وكده أربع أخطاء رئيسية ونلتقي المرة الجاية إن شاء الله في حلقة السيبرتية وشاكل لوقتكم واستماعكم ونلتقي بعد الفاصل